رابعاً أحصر كل عدد كسري بين عددين صحيحين طبيعيين متتاليين 45 على 11 27 على 5 34 على 8 30 على 7 19 على 16 13 على 2 الإجابة إذا أردنا حصر عدد كسري بين عددين صحيحين طبيعيين يجب القيام بعملية قسمة بسط العدد الكسري على مقامه ومن ثم تحديد العدد الصحيح الصابق للنتيجة والعدد اللاحق بها وبالتالي 45 على 11 يساوي 4.09 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 4 والعدد اللاحق لها يساوي 5 إذن 4 أصغر من 45 على 11 أصغر من 5 27 على 5 يساوي 5.4 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 5 والعدد اللاحق لها يساوي 6 إذن 5 أصغر من 27 على 5 أصغر من 6 34 على 8 يساوي 4.25 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 4 والعدد اللاحق لها يساوي 5 إذن 4 أصغر من 34 على 8 أصغر من 5 30 على 7 يساوي 4.28 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 4 والعدد اللاحق لها يساوي 5 إذن 4 أصغر من 30 على 7 أصغر من 5 19 على 16 يساوي 1.18 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 1 والعدد اللاحق لها يساوي 2 إذن 1 أصغر من 19 على 16 أصغر من 2 13 على 2 يساوي 6.5 يعني أن العدد الصحيح الصابق للنتيجة هو 6 والعدد اللاحق لها يساوي 7 إذن 6 أصغر من 13 على 2 أصغر من 7 خامسا ألاحظ كل مساوات وأصلح الخطأ نوجد 37 على 5 يساوي 7 مع 2 على 5 22 على 7 يساوي 5 مع 1 على 7 42 على 8 يساوي 4 مع 2 على 8 65 على 9 يساوي 6 مع 2 على 9 الإجابة نلاحظ في العمليات المقدمة أن العدد الكسري مفكك إلى عدد صحيح وآخر كسري وحتى نتمكن من معرفة ما إذا كان هناك خطأ أم لا وجب تحويل ذلك العدد الصحيح إلى عدد كسري له نفس مقام العدد الكسري الآخر ثم نقوم بعملية الجمع ففي العملية الأولى مثلا 37 على 5 يساوي 7 مع 2 على 5 يجب تحويل 7 إلى عدد كسري مقامه مساوي لمقام العدد الكسري 2 على 5 وبما أن كل عدد صحيح هو عدد كسري مقامه 1 إذن 7 تساوي 7 على 1 وليصبح مقام هذا الكسر 5 يجب ضرب البسط في 5 والمقام في 5 يعني 7 على 1 يساوي 7 في 5 على 1 في 5 يساوي 35 على 5 وبالرجوع إلى العملية 37 على 5 يساوي 7 مع 2 على 5 نقوم بتحويل العدد الصحيح 7 بالكسر المساوي له 35 على 5 ونقوم بالعملية فإذا وجدنا النتيجة نفسها فالمساوى صحيحة وإلا فلا 37 على 5 يساوي 35 على 5 مع 2 على 5 وهذه العملية صحيحة وبنفس الطريقة نكمل باقي العمليات الأخرى لنتحصل في النهاية على النتائج التالية العملية الثانية 5 تساوي 5 على 1 تساوي 5 في 7 على 1 في 7 تساوي 35 على 7 35 على 7 مع 1 على 7 يساوي 36 على 7 لا يساوي 22 على 7 إذن هذه العملية غير صحيحة والتصحيح يكون كالآتي 22 على 7 يساوي 3 مع 1 على 7 العملية الثالثة 4 يساوي 4 على 1 يساوي 4 في 8 على 1 في 8 يساوي 32 على 8 32 على 8 مع 2 على 8 يساوي 34 على 8 لا يساوي 42 على 8 إذن هذه العملية غير صحيحة والتصحيح يكون كالآتي 42 على 8 يساوي 5 مع 2 على 8 العملية الرابعة 6 يساوي 6 على 1 يساوي 6 في 9 على 1 في 9 يساوي 54 على 9 54 على 9 مع 2 على 9 يساوي 56 على 9 لا يساوي 65 على 9 إذن هذه العملية غير صحيحة والتصحيح يكون كالآتي 65 على 9 يساوي 7 مع 2 على 9 سادسا أوجد لكل عدد ثلاث كتابات أخرى 2 على 3 30 على 50 11 على 7 3 18 على 24 0.7 0.7 الإجابة حتى انتمكن من كتابة العدد الكسري في شكل كتابات أخرى واجب اتباع إحدى الطريقتين إما ضرب البص والمقام في نفس العدد أو قسمتهما على نفس العدد 2 على 3 يساوي 2 في 5 على 3 في 5 يساوي 10 في 2 على 15 في 2 يساوي 20 على 5 على 30 على 5 يساوي 4 على 6 وبالتالي 2 على 6 يساوي 10 على 15 يساوي 20 على 30 يساوي 4 على 6 30 على 50 يساوي 30 على 10 على 50 على 10 يساوي 3 في 4 على 5 في 4 يساوي 12 على 2 على 20 على 2 يساوي 6 على 10 وبالتالي 30 على 50 يساوي 3 على 5 يساوي 12 على 20 يساوي 6 على 10 11 على 7 يساوي 11 في 2 على 7 في 2 يساوي 22 في 5 على 14 في 5 يساوي 110 على 2 على 70 على 2 يساوي 55 على 35 وبالتالي 11 على 7 يساوي 22 على 14 يساوي 110 على 70 يساوي 55 على 35 3 يساوي 3 على 1 3 على 1 يساوي 3 في 5 على 1 في 5 يساوي 15 في 4 على 5 في 4 يساوي 60 على 5 على 20 على 5 يساوي 12 على 4 وبالتالي 3 يساوي 15 على 5 يساوي 60 على 20 يساوي 12 على 4 18 على 24 يساوي 18 على 3 على 24 على 3 يساوي 6 في 5 على 8 في 5 يساوي 30 على 10 على 40 على 10 يساوي 3 على 4 وبالتالي 18 على 24 يساوي 6 على 8 يساوي 30 على 40 يساوي 3 على 4 0.7 يساوي 7 على 10 7 على 10 يساوي 7 في 2 على 10 في 2 يساوي 14 في 3 على 20 في 3 يساوي 42 على 2 على 60 على 2 يساوي 21 على 30 وبالتالي 0.7 يساوي 14 على 20 يساوي 42 على 60 يساوي 21 على 30